فاز صادق خان ممثل حزب العمال البريطاني بفترة ثالثة على التوالي كعمدة لبلدية لندن وحصل خان على ما يزيد قليلا عن مليون صوت أو ما يقرب من 44% من الأصوات متقدما بأكثر من 11% على منافسته الرئيسية سوزان هولد من حزب المحافظين وسجل خان أداء جيدا بشكل خاص داخل العاصمة لندن لكنه واجه صعوبات في العديد من الأحياء الخارجية وكان خان الذي حل محل بوريس جونسون كرئيس لبلدية لندن في عام 2016 شخصية مطيرة للانقسام بشكل متزايد في السنوات القليلة الماضية وبذلك يصبح خان أول من يتولى المنصب لثلاث ولايات متتالية